ترجمة نانسي قنقر و السبب هو أنه و سيفتنا تدري باش يجلب لنا شفنج كان جعدنا الخالة دياننا فإذا بيمشلق كيز مخطاف باش كيز شفنج و هزوب شفاف ديال الأرض و عود رجعه من اللي دوا معاه ضربوا بذلك المخطاف لدهار دياله و غاية الصورة دياله دياله هذا المخطاف باش ضربوك الدري جعدنا هنا يق من اللي خرجنا بغينا نتفاهمه معاه ما بغاش يعني السيط طاغي مشينا نحن المستشفى ديال البوافي اللي اعطاونا تستر شايفيه كايز مصادق عليها و مشينا الدائرة ديال ساحة سراغ نقدمنا شي كايق ديال الدرب والعشيدة على قاصر فما تعودتش إعادة النظر في هذا الميلف ما تفتحتش يتحقيق وبقا كي يدير في الدري كي يهدد فيه باش غراء اوه غيرسلوا للسيجن و من بعد شهر كي تعتاقل الدري كي يزوم المحل خدمة دياله و لفقوا لي واحد شو هاملي كنظن هناك وهم الشهادة دياله بولد الدربنا هادو و كاملين كي يشهدوا أن الدري عنده سلوك يعني حاسن و ما كي يهدر شهدك الدري وأول إشهاد شوه مليجاليزي منه من المقاطعة في 12 شاهد بأن الدري عنده حسن السيرة والسلوك كن طلبه مساحب جلالق اللي زعيم هذا البلاد و كن عزوه بصوش عاش المالي و كن طلب من السعب الطيف حموشي أنه يعيد الناظر في حق الناس اللي بصراحة والله يعني ما ما قدرش نتصور كيفش يعني دري ما يعني دري ما ما ميمكنش حنا دري اللي غرده منه مجريم و ما كي دير والي يعني دري لت عشاق الظلمة الآن و مشى للحبس فغاد يرجع مجريم و السبب ديالو هو طغاء و ما فامتش ديالد السيد هدا اللي شي قولك أنا عندي الفلوس و مين مشيش عنده باش نطلبه منه غيري بعد من العائلة ديالنا و بعد من الدري فإذا بيش يقول لي أنا ولدي نخسر عليه زغب شعري بقى كي تواعد عن الدري كي تواعد مباشرة كي تجي هادره مع أصدقاء ديالولدي قلت أنا درا داوي كي هدد لي في ولدي داوية بحل كوك هو إنسان هادره يصوبت الأمور هذي و كي قد فيها فهم لي منسوبة إليه كي شبقدت هما الأولى ديال الضحية اللي يا مرش هادر اللي عندي معه النزاع اللي مقدمة خمسة ديالتصاور كي تقول بأن ولدي حايد لها سنسلق في عين الشق و رجل هكي يداعي بأنه تلقى له ولدي هو والمرأة ديالو حدا مرجان في الفيديو اللي دير اللي انشر مؤخرا كي يقول هو بالفم ديالو بأن ولدي تلقى له وهو مرشوب موطور حدا مرجان ديال القريعة و حايدليه سنسلق المرأة ديالو كان هو وياها و كان طلب الناس اللي عندهم هذه الأمور هذي و عارفوا لاتشي و الناس اللي كي يخدموا القانون بنازاها أنهم يشوفوا من حق ذلك الدري و يشوفوا ذلك المين الفره كل شي موفبراك فيه كل شي موفبراك فيه كل شي موفبراك لأن ذلك الدري ما عندوش معادش شي يمشي من تسعود ديالصباح لأنه ليسو 999 والذي تتصور انوالدي ما تعرفوا ما علي الدواحى مباشرة يعني ما دروش مواجهة وتعانق ما علي طوليه و كل الناس اللي عندهم ما أروني شهدر فين كين أو لا دووا معي بلاكارت خرجوا لي برق و أخوات الكوميسارية دخلوني خرجوا معي بديك تهم قلت لي أنت ولدي لك أن ندير هذه التوهم كاملة جيب لي ندى واحد قال لي أنت بغي توليس أنكي طي معايا تنتوجي لأي سلطة ممكن أنها تفيد لي ولدي ولتها تقولت أي حاجة بأن هذا الدرر غير متهم وبشهادة الناس دي الدرب وبشهادة دي لأي واحد وما كيشاهدوه بخوف مني أنا رات يشاهدوه لديك شيء يشوفه بدك الدرر قرفصونا وجروا علينا وهو كيدخل وخرج في ديك الكوميسارية بحل أنه هي دياله أنا كان طلب من السلطات المحلية والمعنية وكان طلب من محمد السادس اللي هو ما كيبغيش بدون الشعب دياله وكيبغي الشعب دياله يكون في سلم وطمئنان وكان نستنجد بسي عبدالطيف الحموشي ووكيل جلالة الماليك لمحكمة الاستناف الوكيل العام بش يدقوا في الميل في ديال هذا الدرر أنا جرت هذا الوليد المعتاقل هذا الوليد راها ما يمكنش يدير هذا الشيء وأنا متأكدة منه 100% لأن هذا الدرير يكبر معاولي ذاتي عمرهم ما ما دارشي هذا الشيء ما جرت لي الله في القراية دياله ومشي خدم ما يمشي من الصباح ما يجي حتى للليل وماذا هذا الدرير سيشفر؟ هذا الشيء لا يمنوع ما هذا الدرير كامل؟ نحن نقول أن هذا الدرير ما يرى هو مع شاق الدابة هو الشيء كامل ما يرى ما يرى ما يرى هذا الدرير يدخل على رأسه ويدخل مع تسعود ديال في الصباح ما يجي حتى للتسعود ديال يعني ما عنده الشلوق ما يمشي يشفر اشتركوا في القناة